النقابة السورية العامة للمعلمين ترفع مطالب المعلمين تحت شعار كاد المعلم أن يكون رسولا إلى كافة المؤسسات التربوية والجهات الداعمة من أجل تحسين الوضع المادي للمعلم وشمول الراتب للعطلة الصيفية يجب القائم على الأمور التعليمية على مديري التربية على الجهات الداعمة أن تمنح المعلم حقه في العيش بحياة كريمة ليكون على قدر أكبر من تعليم الطلاب وليكون الطلاب على مستوى فكري ممتاز هذا الذي يقدم للمعلم أنا أتوقع بأن المنظمات التي تقدم هذا الدعم تعرف أنه قليل وقليل جدا ونحن نطالب هؤلاء المنظمات الإنسانية وباعتبار أنها منظمات إنسانية والمعلم هو من أرقى شرائح الإنسان بني الإنسان فيجب أن تدعم هذا الإنسان حتى يبني النهضة ويبني العلم ويبني التعلم في هذه وخاصة نحن في مناطق بحاجة قصوى للتعليم والتعلم 100 دولار أو 120 دولار للمعلم لا تكاد تكفي متطلبات الحياة الأساسية دون خط الفقر نحن نطالب براتب مقبول للمعلم وأن يعطى مكانته في المجتمع وأن يشمل هذا الراتب في العطل الصيفي فليس من المعقول أن يكون المعلم في صفه في العام الدراسي وبعد ذلك في العطل الصيفي يعمل عمل لا يليق به ترجمة نانسي قنقر